ناجي يسأل عن صفة لباس النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة و يوم العيد ناجي بارك الله فيك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل ليوم الجمعة و يتجمل ليومي العيدين و يتجمل للوفود صلى الله عليه و عليه وسلم و لذلك لما أتته الجبة هدية اتخذها عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة و أفضل لاستقبال الوفود و حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب قال رأيته يخطب على المنبر و عليه عمامة دسماء يعني سوداء و كان يتجمل و كان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يجعل كل شخص له ثوبين يكون ثوب لصلاة و ثوب لمهنته بمعنى أنه يلبس ثوب نظيف و جميل للصلاة و يتأكد هذا في المشاهد التي فيها اجتماع مثل صلاة الجمعة و صلاة العيدين هذا مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله و لذلك أن يتجمل صلى الله عليه وسلم للوفود يتجمل للصلوات التي فيها اجتماع مثل صلاة الجمعة و صلاة العيدين بارك الله فيك